اشتركوا في القناة ونشوف مناظر جميلة اكيد بنتعرف على ثقافات كمان مختلفة وضي في صهرتنا النهاردة واللي بنوارنا في الستوديو هو الكاتب الاستاذ احمد الليسي ناصف خبير دولي وفي الادارة والاقتصاد اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك طبعا مع بدايات سنة جديدة كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وكلنا طبعا يعني احنا عارفين ان حضرتك عشت في اكتر من دولة وعد عليه كريسمس ورصنا في اكتر من بلد وفي نفس الوقت يعني حضرتك كنت دايما عاشك وتحب تكتب الكتابات اللي هي اجمل المناظر اللي شفتها او اغرب العادات اللي انت شفتها في البداية عايز اتكلم عن الصفر بشكل عام هو الصفر يمكن من نوع الاصفار اللي انا عملتها هو مش صفر سياحي هو اكتر منه كان صفر احتياج للعمل ولزروف العمل كانت معيشة يعني معيشة وكان السبب العمل فطبعا نوع الصفر دا يمكن بيبقى مختلف شوية عن الصفر السياحي لان الصفر السياحي بيبقى حضرتك بتشوفي او يعني الدولة المستقبلة او المكان المستقبل بيحاول دايما يوريكي احسن وجهة في كل حاجة انما إما بت روحي وبتسافري عشان تشتغلي مع الناس بتعرفي عادةً بتشوفي واجه تاني مختلف وساعات الوجه دا بيكون في تحديات او مشاكل ، وفي بلاد عادة ما اعتقدش ان في حد هيروحها للسياحة للأهداف السياحة بالذات في أوقات معينة من الأوقات اللي أنا كان يمكن حظي وأعتقد أنهم الحصن حظي لأن دي حاجة أضافت لكتير أن أنا رحت وزورتها وفي الأوقات دي فعشان كده الصفر ده حاجة مفيدة جدا الواحد بيتعلم حاجات كتير بيصلح مفاهيم كتير عنده جايز من بعيد الصورة بتبقى دايما مشوطها حتى في الصورة الطبيعية أما الواحد بيقرب ويبتدي يركز ويشوف الصورة الحقيقية ومن قرب ويتعامل مع الناس بيفهم حاجات كتير جايز وهو بعيد بتكون غايب عنه أو بيكون المفهوم مغلوط زي ما حضرتك ذكرت أن يمكن الحياة لما تكون في رايح صفر بغرض العمل والمعيشة بشكل عام بتحتك أكتر بالناس وبشعوب فبتبقى مختلفة عن الرايح سيحة في السيحة دايما لما منروح أي بلد بنشوف فيها الحلوة دايما أو بنحاول نشوف دايما الحاجات الحلوة يعني اللي بترجع علينا إحنا بالطاقة الإيجابية ونستفيد بأكتر وقت هناك ممتع لكن طبعا زي ما حضرتك قلت حضرتك أقمت في أكتر من دولة لكن برضو أكيد في السفر زي ما بنقول سبع فوائد فأكيد حضرتك استفدت من سبع فوائد دا صحيح وهقول لحضرتك حاجة ومش بقول كده والله يعني تحيوزا لمصر ولا حاجة الواحد أما بيسافر كتير وبيلف كتير بيعرف قيمة مصر مفيش مكان في العالم نقدر نقول عليه أنه هو بيرفكت مية في المية وكله تمام وكده بس بتعرف قيمة مصر أما تروح بتشوفي دول تانية عندها تحديات أكبر منه بكتير قوي ودايما يا أستاذ أحمد بسمع دايما كلمة الواحد لما بيروح في أي بلد تاني أول كلمة بيقول عمر يا مصر دا صحيح دا صحيح يعني هندي مثلا مش عاوز بيرتو خوش في الاقتصاد لها دا عدد بوضوع دا عرضا بتتكلم على حاجات تانية ودول انا بكلم عن دول متقدمة جدا ودول غنية جدا الانسان هناك يعني فيه التعبير الانجليزي اللي هو اقولك سيفتي نت اللي هو الشبكة زي بتاع اللي بيلعب على السيرك بيبقى دايما فيه سيفتي نت عشان لو وقع لقدر الله دي تشيله فيه بلاد كتير ما فيهاش احكادي وبكلم على اكبر دول في العالم واكثر دول تقدما تشتغل تدخل فلوس تعيش وبتاعه تيجي تتعصر اللي ما بيشتغلش هناك ما بيعرفش يعيش بالزبط والمشكلة كمان مش بس كده ان هو ممكن يكون كان بيشتغل والاي سبب ان كان يفقد وظيفته او يفقد مكانه او يفقد بتاعه يجي البنك معلش بعد اذنك ويقوموا طلعينه من بيته ومش مشكلتنا انت هتروه فين ما عندكش تأمين صحي نبعد عن الاقتصاد فنبعد عن الحاجات دي ونرجع تاني للحاجات الجميلة السفر والثقافات والثقافات المختلفة واكيد طبعا وقت كريسمس وقت راس السنة عايزة اعرف كل بلد حضرتك رحتها استفدت منها ايه وشوفت ايه فيها جديد انا عارفة ان هنا فيه تقريبا تسع بلد في كل اكتاب في حوالي عشرة يعني عشرين بقى اه تقريبا هو اول حاجة انا شخصيا اتفاجئت بيها ان الموضوع مش تقويم واحد ان السنة هي السنة تقريبا 365 يوم اه فاغلب وربع بالزبط وربع بالزبط وربع عشان كده كل اربع سنين بيبقى عندك سنة بيزودوا اليوم عشان يزبط الربع ده اه في شهر فبراير طبعا اه فكرة التقويم المتعددة يعني مثلا فيه التقويم الفرسي فيه التقويم اللي هو مستخدم كتير بتاع شمال افريقيا اللي هو الامازيغي اه فيه تقويم طبعا حضرتك هتشرح لنا تمام كل التقويم من دولك تمام اه اه فيه التقويم الصيني اه فيه التقويم رحمة الله عليه يعني كان حطه القذافي في ليبيا ده تقويم مختلف خالص وهو مسلق او ان احنا نبص عليه برضو فاول حاجة بالنسبة لاحتفالات راس السنة ان السنة مش واحدة وان كان طبعا فيه الموديل اللي احنا عارفينه اللي هو اللي موجود في حتة كتير او اللي هو الموديل الغربي بتاع الشجرة والساعة 12 النور يتفي وكله بيزمر دي لحظة بص حضرتك يعني دي للشعب المصري وشعب الاوروبي وشعب العربي دي كده حاجة بالنسبة لنا كلنا بنفضل عاديم استنيينها وخاصة طبعا كاونت داون اللي هي فايف فورس يعني دي بتجمع الجميع وحتى لو زي حضرتك قلت التقويمات بتبقى مختلفة لكن يوم واحد او 31 ديسمبر على الرغم ان الصين مثلا هي لها تقويم مختلف لكن برضو بيحتفلوا في نفس اليوم مزبوط زي نقول ان هو ده جزء من المادة الاعلامي الغربي اللي هو قدر يتخلل ثقافات كتير فالناس كلها بقت بتحتفل بكين بس في دول كتير متمسكة لسه باحتفالها التقليد يعني منهم مثلا الصين وده في فيتنام مثلا بنلاقيه الاحتفال احكينا عن فيتنام اه فيتنام والله فيتنام بلد احنا معلوماتنا عنها ليلة جدا فانا الحقيقة ما روحت زورتها يعني كانت كمية من المعلومات والخبرات اللي اضافتلي كانت كبيرة اقوة اه اول حاجة يعني فيتنام انا برضو مش هزرج على الحتة الاقتصادية بس هي فيتنام دولة احنا ممكن نعتبرها اه مثال كويس اوي لنا اه هي كانت دولة اتضمرت تماماً بعد الحرب مع امريكا اللي هي يعني فعلاً انتهت وقامت في فترة سريعة جداً وابتدت تنافس جامد اوي على المستوى العالمي وهي عندها مصادر محدودة جداً 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 الى اقصى درجة حضرائك ممكن تتصوريها من ناحية المصادر الطبيعية يعني بترول والفحمة محدودة جداً في المصادر الطبيعية وبقت لاعب دولي كبير جداً باستراتيجيات مزبوطة وطرق عمل صح وصدق في العمل والاقتصاد الشعب الفيتنامي اخبروا الشعب الفيتنامي اول حاجة لاحظتها فيه انه على طول مبتسم حتى لو هم زي الشعب المصري اه بس ما عندهمش السخرية اللازع الحلوة مدمح فيه بتاعت الشعب البصري بس هم على طول مبتسمين آآ وعلى طول يعني يمكن في حالة شبه الردع بس في نفس الوقت هو صعب او انك تقريل انه حتى لو هو متضايق آآ هو حيبقى مبتسم فعشان لغة الجسد عنده بتبقى صعبة او ان الواحد يفهمها ودي ساعات بتبقى مفيدة يعني الواحد بيعمل مفاوضات على حاجة الواحد بيبقى عايز يشوف رد فعل الكلام على الشخص اللي قاعد قدامه مع الفيتناميين دي جايزة تبقى صعبة جدا آآ بس هم وصلوا المرحلة من الانتاجية آآ غريبة جدا وتقريبا اغلب المركات المشهورة في العالم آآ بتتصلنا هناك والحقيقة هي جنة الشوپنج لأي حد آآ لان المركات دي فيه نسبة منها بتتبع في السوق المحلي فحضرتك الجازمة اللي ممكن تليها مش هنقول طبعا المركات بس الجازمة اللي ممكن تليها مثلا تمانها معرفش متين دولار ايه لحد الماشى بيها بالصين آآ مع تركيز رأس ميلي اكتر ومع انفتاح اكتر وسياسيا ما عندهش يمكن التحديات اللي موجودة على الصين زي تايوان والمواجهة مع امريكا والحاجات دي فما عندهش نفس التحديات اللي مع الصين فاعتقد انها ماشية في مصار اسرع بس طبعا هي حجمها اصغر من الصين كتير يعني ايه بس آآ قبل مخرج الفاصل عايز اعرف شكل الاحتفالات عندهم عامل زي الاحتفالات عندهم آآ انا شفت حاجة عجبتني قوي قوي يعني اول يوم في السنة بيروحوا آآ لازم يزوروا المدرسين بتاعهم الله ودي حاجة يمكن البلد الرحيل اللي شفت فيها الحكاية دي لان هما دي رمزية دي رمزية جامدة جدا ان هو بيشكر للمدرس الوقت اللي هو استصمره فيه عشان يعلمه عشان يقدر يبقى مهندس يقدر يبقى دكتور فاآ وبعد فترة طويلة وبعد ما بتبقى العلاقة الدراسية بينهم ان قطعت بيروحوا يزوروا المهندسين المدرسين بتوحهم وبعدين بيزوروا الاهل في اول يوم السنة فدي حاجة جميلة جدا عندهم البيتناميين عندهم طبق اسموفا مبارعا ايه ده طبق صحي جدا مبارعا مجموعة من الاعشاب وفيها اعشاب عطرية ولحمة او فراخ بتبقى متقطعة رفيع جدا وبيتحط عليها مية سخنة وبتعمل زي شربة بس شربة تقيلة شوية عشان الاعشاب اللي فيها وده الطبق القومي بتاع بيتنام ودايما بيكلوه فرص السنة هستأذن حضرتك نطلع الفاصل ونرجع تاني ستكمل حدث اشتركوا في القناة 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 أستاذ أحمد طبعاً يعني حضرتك لفيت معظم نحن نتكلم هنا في عشرين دولة تقريباً عشرين دولة لكن في دول غريبة أو يمكن مش غريبة لكن دول ما بنسمعش عنها كتير أو مش إعلامياً بيتسوق لها كتير زي فيجاس مثلاً فحضرتك قعدت هناك وقلت لي برضو أن هناك الوضع برضو فيه حاجات غريبة وجميلة فيجاس مكان برضو اتعلمت فيه حاجات واعتقد أنها مفيدة قوي لمصر أنا بكلم من يمكن برضو من وجهة نظر مش السياحة اتصالي يا ورد اه 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 ازاي الواحد يخلق حاجة اه اول حاجة بيجاس بيخشها حوالي تلاتة واربعين مليون سايع في السنة كويس لو قررنا احنا مصر اظن احنا لسه ما وصلناش لعشرين ودي مدينة وابتدت من ولا حاجة هي كان مكان كان فاضي خالص فوسط سحراء نيفادا اه وقرروا يعملوا مدينة هناك طبعاً الماضي بتاعها حاجة والوضع النهاردة حاجة تانية فيه ناس كتير قوي من كتر الافلام وبتاع فاكريين ان فيجاس دي مدينة عشان المقامرة والكلام ده الحقيقة الكلام ده ابعد ما يكون عن الصح الدراسات بتقول ان فيه اقل من 8% بيروحوا لهذا الهدف 92% من اللي بيروحوا الفيجاس بيروحوا الاهدف تانية اه لو حللنا او لو شفنا هم ازاي بيقدروا يشدوا العدد الكبير ده قوي هم بيعملوا حاجة وهي تعتبر من اساسيات علم التسويق بس بتتطبق هنا واحنا ممكن نستفيد منها احنا مثلاً بنفترض عندنا ان دايماً السايح عايز يجي تفرج على الهرب او مؤخراً لا عايز يجي يختص ويتفرج على البحر الهمر طب يا طار هل عمرنا سألنا السايح وبيدور عليه الميزة اللي هناك ان هم بيستخدوه السليب التسويق الحديثة فهم بيجي يقوله لو انت عايز تطلع اجازة ايه الاجازة الجميلة بالنسبة لك ايه الدريم هوليديس بالنسبة لك بيقوله واحد اتنين تلات عشر اوكي حاجة من المثلاً وديه في احتفالات راس السنة بتبقى يعني تبقى مصيرة جداً المطاعم اللي في لاس فيجاس ده جزء كبير قوي قوي من اقتصاد لاس فيجاس بيدور على المطاعم المطاعم عندهم مطاعم اللي هو المطاعم بياخد مثلا حوالي 4000 أو 5000 زبون في نفس الوقت وبيبقى open buffet open buffet بيبقى طوله حوالي 150 متر يعني ممكن حتى هو ده من يقولك لو عملنا سباق جاري سريع 100 متر اللي هيبتدي من أول البوفيت وهيخلص وهيكون لسه تلت البوفيت عنده الطريقة اللي بيقدموا بيها الأكل بيليفت أرنط انها بتجذب ناس كتير جدا ففي ناس اللي هو بيحبوا يروحوا كده في مقولة في العالم بتاع الشفات ان انت اللي هما الشاب بقى اللي بيبقى كوردون بلو وتلاتة ستار مشلين ده اللي هو بقى الكاتيجوري بتاع الشفة العالية يقولك يعني ما انتاش فعلا في صفوة الشفات عالميا إلا ما يكون عندك مطعم أو اتنين في فيكاس فأغلب البرامج الدولية اللي احنا بنشوفها بتاعت الطبخ الناس اللي بتطلع فيها بيكون عنده مطعم باسمه فيلاسبيجاس فده واحد من الحاجات اللي بتجذب الناس جدا هو عايز يروحوا يأكل في المطعم بتاع الشاف اللي هو شافه بيقدم المسلسل أو الحلقة دي بتاعت الأكل فالناس بتحب تروح الأماكن الحاجة التانية أعرفش ناس كتير قوي ما نفكرش حكاية دي الأبطال الأولمبيين بعد ما بيعتزل الرياضة بطل في القفز بطل في الجنباز بيعملوا ايه؟ الحقيقة احنا بيشوفوا بس وحبوا في الله بالزبط كده الحقيقة هم أكشولي بيروحوا يشتغلوا في فيكاس في عروض العروض نقدر نسميها عروض مسرحية فوق الخال ودي اللي بتعمل ترويج للسياحة أكتر؟ مضبط هو مساء حضرتك عايزة تشوفي حتى نهايات البوكس المتشاط البوكس البطولات البوكس العالمية عادة بتتعمل في اللازفجس وحتى في حلبة معين مشهورة الحاجات دي بيجيب الناس كتير أو فهو واحد بيجي خطط يقول والله أنا عايزة أطلع تريب أربع خمس أيام أنسى فيها الدنيا كلها طيب عام ليه؟ أنا عايزة أروح أكل في مطاعم حلوة عايزة أروح أشوف شوز مبهرة عايزة أشوف ساحر ساحر برضو بغير ما نقول الأسامي بس هو كان بيجي أنا كبرت عليه فاختارنا لك مبرحوش هقول اسم بس بالنمج اختارنا لك وإحنا صغيرين كنا بنقعد نستنى عشان نتفرج على فقل الساحر الساحر ده عنده هناك زي مصرح له وبيقدم وأنا الحقيقة سعيد أبدا رحت سرجت عليه وسلمت عليه وزي تلفزيون كده بالزبط أه أه ولا فيها خدعة بصرية أخر لا ده حاجة فضيعة يعني أعطيك بتشوفي حاجات يعني المخ ما بيقدرش البروسيس اللي العين بتشوفه أه ومعرفش بيعملوها إزاي يعني فقالوا عرفته طبعا يبا هو ملوش لازمة فالمكان طبعا هو قمة الاحتفالية بالطريقة الغربية في راس السنة بس كمية التنظيم غير معقولة يعني لأن أحجام القتلات اللي معمولة هناك أه ضخمة 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 يعني بطريقة رهيبة أغرب حاجة حضرتك شفتها هناك كانت إيه آآ والله أغرب حاجة كان فيه عرض مصرحي بتاع فيه فيه برة طلع آآ السرك اتطور آآ بفكرة أنه هو إزاي تعملي سرك بس من غير استخدام الحيونات لأن آآ الفكرة أن الحيونات تسعاد في أثناء تدربها بيعني ممكن بتؤذى أو تتجوع أو وتتضرب أو كده فده مش رحمة الحيونات فابتدوا يعملوا أنواع سرك ما فيهاش حيونات خلص فكان فيه عرض مصرحي هناك الحقيقة الكمية الإبهار اللي أنا شوفته فيه كانت آآ غير طبيعية من أشهر الحكايات بتاعة لاس فيجاس ودي حكاية دي حكاية معروفة يعني مش مش سر بس يعني يمكن مش وصل قوي عندنا أن كان فيه طار ما بين آآ وده قبل ما يبقى رئيس جمهورية خلص ما بين دونالد ترامب والشركات الكبيرة بتاعة لاس فيجاس فلأنه هو كان فيه أتلانتك سيتي كان بيحاول يعمل حاجة تنفسهم وحكاية كده وبعدين خسرهم كمية فلوس رهيبة جدا فما جاء عمل أوتل وصرف عليه حوالي تلتمية مليون دولار لو أنا مش غلطان وماري ديوش يديله الرخصة بتاعة المقامرة في الأوتيل لأنه يفتح كازينو وده بيبقى جوز كبير فهو تحول وحول الأوتيل ده بكونسب تاني خالص أنه هو the only hotel في فيجاس المفهوش كازينو وإزاي يبقى family hotel وإزاي يبقى العيلة والكلام ده كله فدي كانت صراعة ودخلوا في قضايا ومنوشات كتير قوي فدي في حد ذاتها كانت حاجة أن الواحد يتابع الموضوع الحاجة كمان اللي أنا بحبها قوي هناك أن التذكرة اللي ممكن حضرتك تشتريها بسعر لو عرفتي تروحي فين وإزاي تشتري وبتاعها ممكن تشتريها مثلا بربع السعر لأن التذكرة دي بتبقى غالية يعني بتبقى performance بتاعيتها غالية فهي مدينة لذيذة جدا والاحتفال فيها طبعا بالراسة الثانية هو typical الاحتفال وممكن نتعلم منها دروس إزاي جذب السياح مش بالذات للفكرة اللي هي بنسميها يعني slogan أو preconceived idea اللي هي فكرة في ذهن الناس أنت لو راح مصر هتشوف الجمالين ولا ومصر كمان فيها يعني الشواطئ وفيها الجو وفيها القصار وفيها مش بس الهرم والغطس يعني فيها كتير لكن إيه رأيه حضرتك نطلع للفاصل ونرجع نستكمل بقية البلد تمام موسيقى 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 أستاذ أحمد طبعاً يعني وإحنا منتكلم عن البلاد وأغرب حاجة حضرتك شفتها وأجمل الاحتفالات اللي حضرتك برضو شفتها نتكلم عن اختلاف الشعوب اختلاف الثقافات عايزة توقف عند البرازيل ويا البرازيل كلنا عارفنا أنه يعني هي من بلاد الجميلة اللي فيها فيها كل حاجة فيها الطبيعة فيها الشعب الطيب فيها البساطة فعايزة توقف عند البلد دي وحضرتك برضو إيه أجمل حاجة شفتها هنا كلمني عن الشعب كلمني برضو عن الاحتفالات وتعلمت منها إيه طبعا أوكي البرازيل عندهم مقولة هناك بيقول السنة ما بتبتديش عندنا في 1 يناير هي بتبتدي بعد الكارنفال الكارنفال ده عادة بيتعامل في آخر شهر اتنين أوائل شهر مارس وبيبقى ده تقويم مختلف؟ لا هو نفس التقويم بس هو يعني فعليا السنة يعني يعني يحتفلوا معنا عادي بيحتفلوا بس ده ده احتفال يعني كده آه يعني عشان يبقوا مع الناس إنما الاحتفال الجامد تقريبا البلد وإيه هو الكارنفال آه الكارنفال كلمة قديمة آه يعني ترجمتها كانت أصلا الفترة بتاعت صيام السكت اللي هناك عن الكارني فور اللي هي الأكل اللحم وأنه آه آه بيمتنع عن أكل اللحم في فترة ده أساس الكلمة وبعدين أصبح آه الكارنفال هو آه مباراة في حضرك عارفة طبعا هم مشهورين بحكتين الكرة ورأس الصنبة فالصنبة عندهم زي الرأس الشرقي عندنا ده حاجة في الشعب كله يعني فآه وفي مدارس كتير فبيعملوا آه مباراة آه سنوية ما بين مدارس الصنبة والناس دي آه في ناس منهم دخولهم متوضع جدا فده بيبقى أهم حاجة بيعودوا طول السنة يخيطوا الأزياء بتاعتهم أنه يبقى شكلها ازاي ويبقى لهم تيمة معينة آه 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 بيكون عادة عادة كبير من من المحتفلين أو الرقصين وعادة بيكون في ولكل مدرسة زي عربية بتكون عاملة تيمة كان فيه منها بالمناسبة عربية فرعوني كنت سعيد أول درش بتاعة هناك وبيرقصوا عليها وبيتم تقييمهم على الأغاني والملابس والإعداد بتاعة العربية ده اللي هو بنروف حتة اسمها السامبادروم اللي هو زي معرض رقصة السامبا وبنشوف المدارس المختلفة بتاعة السامبا ده جزء من الكارنفال بعد كده فيه احتفالية بقى بتبقى محدودة شوية في كل حي آه بيسميها البلوجوس وكل حي بيبقى فيه زي فرقة موسيقية وبيشربوا بقى المشاريب القومية بتاعتهم وبيحتفلوا في الشوارع تقريبا طول الليل لمدة اسبوع يوميا يوميا فالبلد بتقفل البلد بيبقى هاته هم بيقولوا دي أكبر حفلة على ظهر الكوكب وأظنهم محقين في كلامهم وكل يوم عروض مختلفة والشعب كله تحت الشعب كله والنهاية بقى الفينال الكبيرة بتبقى اللي بيصفه ما بين أحسن عشر مدارس وبتيجي في آخر يوم سبت في الفترة بتاعت الأسبوعين في الكارنفال ده الحقيقة أنا كان هزي حلو أن حضرت الكارنفال ده في ساو باولو وبعدين حضرته في ريدو جينيرو كمان ريدو جينيرو فيها الألعاب النارية مشهورة قوي على الساحل كاباكابانا الشهير بتاعه بتبقى يعني حاجة السماء بتنور يعني زي بي بنقول يعني فالبرازيل هم الاختصاصات الكبيرة قوي وأكيد احنا كلنا عارفين تعبير كلمة البريكس اللي هي بتاعت دول النشاء والبي في البريكس ريفيرز أو بترجع إلى البرازيل اقتصاد قوي جدا وعصبه الأساسي الطبقة الوسطى فهو بتاع طبقات عاملة وطبقة الوسطى هي الأساس وطبعا الاقتصاد كان ابتدى من فترة طويلة على زراعة البن بالزاد طبعا يعني في نهاية سهرتنا بنشكر حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة بكده تكون انتهت حلقتنا وصهرتنا النهاردة بقعد بلقاء جديد وصعر جديد ويامسهرني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة